تشفير ما أكدت بالعكس الأرقام اللي تحققت الآن أفضل بكثير من أيام التشفير الحضور طبعاً السنة هذه من أعلى الأرقام يمكن وصلنا إلى الضعف السنة هذه ولا توقع إلى الآن ترى الشركة أنا ما تكلم باسمها اللي بني بصاحب القرار ولكن إلى الآن ما عنده منية اللي بيش تشفير لكن ممكن أرجع موضوع اللشر اللعبة أنا طبعاً اللي لازم نعمل على اللشر كرة القدم على مستوى الخليج زي ما الدولة الإنجليزية وصل إلى العالم كله لازم أنا هذا المنتج حقي أوصله أبدأ بالخليج على الوطن العربي وعشان كده بتلعب السوبر في دبي وأنا أول من أقولها وأفتخر يعني أنا ما عندي مشكلة أنا أول من طالب ما خلوك في حالك ما عليه ما عليه أنا هذا رايي وأحترم وجهات النظر كلنا أنا أول من دعا ويمكن غيري لنا اللي عارفها على الأقل أنا كمسؤول أن السوبر تلعب في دول الخليج وأبغى اللاس تحضر وتشوف سواء سعوديين أو غير سعوديين هذا وسيل وسيل النجر وأيضاً أقولها مرة ثانية قبل كم يوم قلتها حتى مستقبلاً نلعب جولتين خارج الحدود قالوا نويسر عشان يروح يتمشى يغير جولتين أنا أبغى تتمشى إن شاء الله بروح اللي أبغى لكن أتكلم على التسويقياً قد يكون الفكرة تنفيذها صعب لكن نجد الحلول إما الجنة الحل السنة هذه كنت سأتني بعدها ولا لهذا يضر الأدية لابن الله بالعكس سيزيد مداقيلها مادياً سيزيد تسويقياً وأيضاً البعيار الفلي للمباريات سيكون متساوي للجميع بس أبو عبدالنواء لا نتوقع أن نلاقي متابعة مثلاً من نهاية أبطال أوروبا نهاية أبطال أوروبا لما يكون بين برشلونة مثلاً وليفنتوس وشجعينه في كل دول العالم ولو تقيم المباراة في قواتي ما لا بيكون في حضور صح بس أنا أبدأ بالخليج عشان كذا أنا أنا أروح بعيد أنا أنا ما أبدأ بالفكرة لكن لا نتوقع يعني على كلام على كلام أبو سليمان أبو نواف مفروض ما تسويها لأنه يقولون ما عندنا ما أحد يتابع إلا مباريات محدودة من عندنا طيب طيب مبارات هي بين الآن مصر إلى الآن يقول حتى جولات هو مستقبل مجرد تفكير طيب لكن أنا أبعد سوبر وبقوة طيب أبو نواف اليوم هل استطاع محمد ويسر ورفقاءه وزملائه على مستوى الرابطة أنهم فعلا يقدمون عمل يجذب المشجع أن يروح يتابع المباراة ويحضر المباراة في المدرج؟ أنا شوف أنا بنسى الآن الظروف التي خلقت رابط المحترفين وبنسى أسماء الزملاء طبعا مع أنه يفترض أن لا ننساهم مؤكد يعني بشكل قاطع ما تحقق الدوري السعودي يعني نقله يعني لم تكن حتى في خيالنا نحن يعني نشوف على بساطتها بس أيضا لم تكن على الأقل في مخيلتنا القريبة اللي عايشنا فيها طبيعة وطريقة تنظيم المباراة بالدوري السعودي بطريقة اللي يمكن طلعنا على الدنيا وإحنا نشوفها بهذا الشكل يعني إحنا من أجيال يعني كانت تمسك بيد الواحد من مشترين التذاكر عشان ندخل معه في المباراة ذلك إحنا عاصرنا يعني أجيال متعاقبة عاصرنا ظروف مختلفة في التنظيم وفي قامة المباراة الدولية الآن المباراة اللي تقام في المملكة العامية السعودية هي طبعا الحقيقة تعطي انطباع كبير بأن فيه تقدم وأن فيه تطوير وأن فيه تغيير وأن فيه تغيير في العقلية اللي تقوم على التنظيم وتسعى إلى تغيير البيئة اللي تستقبل مثل هذه العمل أو اللي مستهدفة بهذا العمل ولكن ما زال الإشكال أو العقبة يمكن اللي ما بعد حلت هي كيفية إقناع المستفيد بأنه كيف يستثمر ما يقدم له بشكل صحيح علشان يعني مش فقط من أجله يعني لأنه حتى أولا دون أن يستقبله الاستقبال الصحيح طبعا أول شيء لن يتحقق ولن يظهر ثانيا دون أيضا الاستقبال الاستقبال الصحيح لن يفعله ويطوره ويساعد على تطويره يعني في مسألة المحافظة على المنشآت في مسألة طريقة الدخول في مسألة كيف الشراء التذاكر وفي مسألة كيف استثمار المناسبات المختلفة في الدوري ومبراك الدربي وهو إلى آخره ثم أيضا إعلاميا كيف أنه أيضا أنه أيضا تطور الجانب في التنظيم وهذا يمكن يعني تشهد ما يمكن أنت قبل غيرك في كونك تعمل في الميدان أكثر كيف إقامة المؤتمرات الصحفية وكيف تحديد المكزون والأماكن لا هما ممتازين في تحالف هذا ممتاز لا لذلك وهذا دورهم على فكرة المشكلة الآن أعود الكلامي الأول أن دور رابط المحترفين عندها أتزامات معينة محدودة ولكنها هي داخلة ضمن طلبات متعددة ومختلفة يعني ممكن يكون إشكال اللي يحصل بين الجد الانضباط ولو الاستئناف أو بين المسابقات ينعكس على الرابطة والرابطة ولا علاقة في هذا الموضوع الرابطة جهة تنظيمية لهذه المسابقة ترعاها يعني على الأقل في الحد الأدلة منها ترعى المسابقة وتأدي دورها تجاه الأندية اللي منضمة إلى دور المحترفين أبو سليمان بالأرقام الحضور الجماهيري في المنطقة الغربية تحديدا في جدة لا يقارن أبدا مع الرياضة يعني شفنا مباريات وهو أعلى سعة اللي هو استاذ الملك عبد الله فل وعلى أعلى سعة وبعضها مباريات جماهيرية من طرف واحد إما أن يكون الاتحاد والأهل اليوم نقدر نقول أن الرابطة نجحت في توفير البيع المناسبة هناك أكثر من هنا ولا هي ثقافة المشجع في الغربية هي اللي ساهمت في الحضور هذا والله يا أبو تركي أنا أصغر من أني أجاوب على هذا السؤال طبعا ما أنا أصغر عمرا لكن أصغر 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 قدرة خلينا يقول يعني هذا السؤال يحتاج إلى بحث إلى تقصي سؤال كبير حقيقة يعني أنا ممكن أعطيك انطباعات يعني ليش الإقبال هذا في جدة وله في الرياض يعني في ناس تقول لك مثلا هذا الاستاذ الجديد وتذكر لما فتح الاستاذ الملك فهد في الرياض جلسوا الجمهور سنة أو سنتين أو ثلاث مواسم وهم أيضا يحرصون على الحضور صحيح ممكن يكون هذا عامل ممكن يكون المشجع في الرياض ربما تنافس النصر والإلال العام الماضي ممكن يكون تشبع من الموسم الماضي وبالتالي الأهل يدخل في المنافسة على الدوري والاتحاد يبغى أيضا يكون له وجود يعني بأمانة في أسئلة يا أبو التركي تطرح في الإعلام وتطرح في البرامج الرياضية هذه أسئلة تبغالها تقصي تبغالها يعني شركات متخصصة تنزل وتشوف ايش اللي قاعد يصير يعني فعلا علامة استفاة منه ليش الجماهير في الغربية تحضر والجماهير في الرياض ما تحضر في ناس يعني يضعون أيضا سبب ما يحدث في مدينة الرياض على وجه التحديد زي ما تكلمنا في حلقة ماضية الطرقات أي موضوع التحويلات والحفية ورشة العمل ورشة العمل والمواصلات الضخمة التي تشهدها العاصمة يعني بعد ثلاث سنوات تقديمه إن شاء الله بعد ثلاث دوليات يعني أتمنى أن تنتهي في موعدها وأتمنى إذا انتهت موعدها ما نرجع نحفر ثاني مرة لأن أنا من سكنة الرياض وأنا أمر بشوارع كل سنة تحفظ من سكنة الرياض من جيت من القصيم درست في الجامعة لا تقول لي عام كم لأ سادة بشروع مختلفة وأنا أشوف الحفريات على فكرة الممشى الممشى مشي فيها أنا وأحمد المصبيح أحيانا كل يوم تقول يا سلام والله وزينة بكرة يحفرون ثاني مرة فيه وهو الممشى حتى طيب على طار الممشى أنا نفس الشيء أقسم بالله العلي العظيم الممشى اللي أنا مشي فيه في مدينة الرياض إن فيه مكان بس الشارع الشمالي منه ضيق جدا والله إنه كل سنة يعفظ يحصل أنا جيت مرة سألتهم قلت أنتم تدورون كنز خلونا شارك يعني طيب المحصلة المحصلة أنا أعتقد أنه يمكن يكون شغل الرابطة بس أنا ودي أعلق على ابو نواف هل فعلا إحنا راضين عن كل ما نشوفه في الملاعب؟ أولا أعلق بعدك علي أجاوب علي جزء يعني هل كل ما نرى هل فعلا حصل؟ أنا طبعا ما عصرت أنت قلت شكلتني واحد يمسك بيديك؟ هذي أنا أولا ما أشوفك هذي أنا أولا ما أشوفك هذي كلا كافة في القصيم يعني واحد يمسك بيديك وديك خلق المدرج؟ لا أنه تذكرة ممكن تكون لثنين متكين أنت شخص بالسن هذا يجي ولد عمره 12 بدون تذكرة مدون بمكانك تأخذ معك بنفس التذكرة ويسمون بدون تذكرة هل تطورت البيئة فعلا في الملاعب؟ هل الرابطة استطاعت؟ في تحسن نعم بس أنا شخصيا أعتقد ما هو في مستوى الطموحات اللي نتطلع لها يعني لا تنسى أن الجمهور حتى هذه اللحظة يحضر قبل مباراة ثلاث أربع ساعات حتى التجربة اللي حدثت في النهاية اللي هي أرقام مقاعد إحنا شفنا الجماهير ما أدري ليش صاره يمكن تعودوا على الشيطة لا أجاوب على ذلك وهذا النقطة اللي أنا قلت أنه يجب أن الطرف المستفيد أنه أبرتها طيب خلنا نسلي بس يا أخي فرصة نسلي جانب مهم جداً النصر هو بطل الدوري على موسمين متتاليين أعتقد أبو عبدالله موكي صحح لي إذا نغلطان هو صاحب المركز الثالث في الحضور الجماهيري صح أو لا أبو عبدالله طيب لا هو صاحب المركز الثالث هنا الخلل وين الخلل في المشجع النصراوي نفسه أنه مثلاً خلنا نقول أنه النادي رجع في موسم واحد وجاب دوري وكأس ولي العهد وصار خلاص يعني ما هو بزي الحماس الأول ولا الخلل في أنه وهو فريقه بطل وقاعد يفوز ومتصدر ما هو لاقي البيئة المناسبة أول شيء بضيف على كلام البسليمان من ناحية حضور المشجعين في الرياض أو جدة أحياناً ثقافة المشجع لها دور يعني غير بيئة الملعب غير مستوى الفريق المنافسة ثقافة المشجع أنا أعطي مثال بالمنتخب مثلاً المنتخب إذا لعب في جدة تشوف الحضور الجماهيري أكثر من إذا لعب في الرياض ممكن طبيعة المجتمع هناك يحبون يطلعون يحبون يحضرون مباريات ترى في الشرقية بعد نفس الشي يعني أنا أتذكر في أندية المنتخب يختلف ترى هذا الدليل على بس كثير مباريات يقولون هو يبصد أنه ثقافة المشجع المنتخب ما هو مكياس لأنه في الرياض بصراحة خلونا نتكلم يقسمون إلى أندية لا لا زعلانين يعني معظم هم غضبانين وفي انقسام وما في حماس ما في حماس على المنتخب كبير مشجعين أندية مشجعين أندية ايه في جدة لا يعني المنتخب من زمان ما شفوا يجون الشرقية نفس الشي بالنسبة لما تقول الحضور الجماهيري للنصر طبعاً في أسباب مثلاً بيئة الملعب فيه المشجع نفسه ممكن العام الماضي كان متحمس وكان منافس نادي الهلال طبيعي يكون الحضور الجماهيري أفضل أيضاً بالنسبة لظاهر ملعب في الجديد مش معقول صاحب المركز الخامس وصاحب المركز الثاني أعتقد أعلى منك يعني هو الاتحاد في الحضور الجماهيري بشكل عام خارج وداخل الملعب خارج المدينة خارج المدينة أعتقد اللصر خارج المدينة على فكرة مثلاً ترى مثلاً عروبة مثلاً يلعب في الجوب يحسبون له جمهور الهلال إذا حضر هناك صحيح يحسبون له جمهور الهلال إذا حضر في الرياض مثلاً إذا العبود بالهلال صحيح لكن البوابات الإلكترونية أنا الإحصائيات أنا ما أعتبرها دقيقة ما دام ما فيه بوابات إلكترونية تعتبر الإحصائيات تقريباً تقريبية أو يعني لأن كل نادي إذا كل نادي مشرف لا يزالي عن طريق بيع التذاكر لا 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 إذا النادي هو اللي يشرف على بيع أو إحصائيات الحضور الجماهيري كل نادي بيقول أنا حضوري الجماهيري ستين ألف ما دام ما فيه بوابات إلكترونية في الإحصائيات غير دقيقة يعني أنا شحنة شبنة مباريات يعني ممكن ما يجيون أربعين ألف متفلق طبع ما يقول عبدالله والشركات أعلنت عن ستين ألف متفلق طبعاً موش أي شي نفترضه إنه يكون يفترض يكون واقع يعني نحن نتمنى أو نقول ليش الملعب ما يمتلي مثلاً في الرياض يعني معنات أنه يجب مو صحيح إذا بعد لأنه مو بهذا اللي نحن نحكو يعني إحنا اللي نتحكم في ذا المسألة أو في دينة اللي تصيد مثلاً هذا الأمر لأنه فيه معطيات لأي أمر كان هو اللي يتحقق يتحقق على ضوءه يعني إذا أنت مثلاً في الرياض عندك ظروف مثلاً المواصلات ولا النقل ولا عندك ظروف مختلفة ولا أنديتك واحد من الناديين المنافسين عنده وقفت نفسه مع ناديه أو النادي الثالث مثلاً ما عنده جماهير خاص هذا جمهورك هذا واقع يعني ليش تتصور منه يجب أن يمتلي الملعب دائماً؟ إذا وفرت المناسب مناسب يجيك مشجع يا بنواف بينما لما تيجي المباراة هامة تجد الملعب يمتلي معنات أنه لو في شيء يمنع حضور هؤلاء في مباراة سابقة بس في أمور تشجيعية في أشياء إذا أنت صحيح صحيح ومسألك مثلاً أيضاً وصول المشجع قبل ساعات طويلة للملعب هذا ما لا علاقة حياناً في بيئة الملعب لا علاقة في أشياء أكثر من بيئة الملعب لا علاقة في شخصه لا علاقة في وسيلة النقل لا علاقة في المسافة الفاصلة بين الملعب وبين السكن ويعني هذه أمور كثيرة تتعلق فيها في أوروبا يا بطربي في أوروبا أبعلق يعني عبر رأس كسئلة كثيرة لا لا حلو الكلام طيب أنا عشت تجربة ملعب جدة ملعب بلك عبدالله بصفتي حتى كنت المشرف على ملعب بلك عبدالله بين أرامك والرئاسة فترة الماضية يمكن قليل يعرفوا الموضوع هذا لكن والله ودينا ما نعرف عشان الأرضية دي لا الأرضية أنا واحد من الإشياء فيس أربو اثنين قال الأرضية بيحسن من ملعب جدة مصادق فيه ممكن أحلوة بعد دي الملعب الملك عبدالله فيه مكانيات عالية جدا يعني الخدمات متوفرة على أعلى المستويات على مستوى عالمي صراحة فأول ما يجينا الملعب تركنا إحنا كرابطة درنا المطاعم فيها تركنا المطاعم بجالا للشركات عشان رغبها ما تعرف وشنا الملعب قلنا لهم أي شركة دعيني يمكن أكثر من 26 مطعم و 26 مطعم جوا للملاعب واشتغلوا فيها يجيوا يبيع بدون ما يعطيكم ريال واحد آبد ما تجلل عطيناهم خمس مباريات تجربة لهم يقسون مدى الربح ومدى الخسارة والرغبة في النعمة لكن الأسعار تكون مناسبة بعد كذا طلعنا مبالغ عالية جدا ربحية بالملاعب أيضا جبنا باللادي الاتحاد ولادي الأهلي اللي يبعون منتجاتهم في ملعبهم قلنا لهم بنعطيكم موقع وفعلا واحد من المباريات اللي مرت علي أنا شخصيا مبارات الاتحاد باع المتجر وعدود 300 ألف ريال طيب وش معنى الأهلي والاتحاد بس لا لأن اللي عندهم كاريء الملعب في تجهيزات ملعب ضرورة وهي الملعب في عدة مطاعب في صخلات في تجهيزات في الملعب مبني أساسا على بيئة طيب ليش ما هي البقية الحين ما أجيك على الملعب الثاني الملعب هذا الملعب جينا لك المشكلة الأساسية فيه تذاكة الإلكترونية رحنا اتفقنا مع البريد السعودي على موقع مكاني وبرضو حتى بعضها لدي اعترضت وجتنا يعني إزعاج ليش تجيبون تذاكة الإلكترونية وبع ذلك وصرينا تستمر والحمد لله وبدأنا بيع التذاكة الإلكترونية وتفاجأ يعني أعطيك عصائية بمبارات الهلال مع الأهلي اللي حضروا 92 من 92 مدينة وقرية لأننا اشترات تذكرة من الجنوب من الشمال من الشرق وضمن التذكرة في جيبة فجاب الطيارة وحضر المبارات وهذا إحصائيا موجودة عندنا على طريق البريد السعودي جينا بعدين على موضوع المقاعد قبل المباراتس هذه اللي هي قبل أربع جولات وقلنا ما عليش نبدأ على الأقل نوعي الجمهور وفعلا بعد فترة على أقل مال التزام نقول ثلاثين في المئة كل ماله ينقص وحي يستمر بعدم الالتزام لكن حيقل الموضوع هذا جينا ملعب الرياض ملعب الملك عبدالله وملعب نمير فيصل وملعب فهد فئة الملعب التجهيزات اللي فيها غير مكتملة بدأنا نأجر فيها وأيضا مجالا لكن تحسنت في أكل في لا يقل عن ثمان أو عشر مطاعم موجودة تذكرون أثبت اللي صارت لدي الهلال بس أبو عبدالله بس هنا أبو قاطعك في جزي أنا زي ما أقول بأنه يعني الرابطة إيجابية جدا في العمل الإعلامي والشباب اللي يمثلونكم على أعلى مستوى من الدراية بما له ووش عليه ومثقفين وعندهم يعني يشرفون الرابطة ولا أبغا أذكر السم وأنسى أسم كلهم لكن في المقابل أنا أروح الميدان قبل شوية بنور في استشهد فيني أقسم بالله العظيم يلي حقين المطاعم الفاست فود اللي يجون أنك تشوف أشياء مقرفة منهم هم يساهمون في خلق بيئة كأنهم يشجعون على التوصيخ يرمونهم الأشياء الخاصة فيهم سعال شف لما يشير عفش ويغادر الملعب البوكس اللي هو فيه الصندوق اللي هو فيه قذر باجد خلي أقول لك الملعب أصل المكان اللي فيه أبوه أبو هيا يعني في ملعب بلك عبدالله مش مبرر يا أبو عبدالله مش مبرر له أنه يترك المكان لا لا يعني يعني يمكن هذا شيء سلبي ومحسول لكن خلي أقول لك بس ألا الملعب لو تلاحظ أصلا ما كان متوفر فيه أكلات بالشكل المناسب كان واحد متعهد يدير ذا الأندية كلها الآن على أقل تلقى لا يقل عن ثمان مطاعم عشر مطاعم تقدم الخدمة قد يكون في بعض الأخطاء منهم وهذا وارد لكن تحسنت البيئة أنا بأقول لك شوف الملعب تحسنت البيئة ولكن لم يصل للطبوح ليس هذا الموضوع المطاعم في الرياض تحسنت في المنطقة الشرقية تحسنت في الأحسن تحسنت في القصيم ما بعد استلمناها لأن موقعين البعض الأندية مع متعهدين ولكن كلمة له وفيه تطور ما أقول لك إحنا السنة هذه نقول إلا ناضي تماما لكن على الأقل أفضل من الموسم الماضي أيضا الخدمة الجديدة اللي نعتبرها شيء واجب علينا ما كان فيه مصليات في الملاعب قالوا اللي سيزعجوا بدأ الموضوع صليات متنقلة صار عدنا مصليات متنقلة ونفتخر في هذا الشيء والحد لله مجوعة قدمون جهد جبار قدموا جهد كبير في مختل البلاعب نرجع على موضوع اللي ذكره الأخساعد على موضوع المواصلات بالأسباب حصول وجية الجماهير بالدرجة الأولى ما في قطارات 90% من البلاعب اللي في العالم وكل اللي راح برا اللقل العام بالذات صحيح القطارات احنا طالبنا والرئاسة عن طريق الرئاسة البلاعب الملك عبدالله بلعب الملك فهد بلعب البلاعب اللي لازم يكون عندها قطارات متوفرة بدرجة كبيرة لأن هذا اللي خليهم يوصلون في وقت محدد تتوقع بلعب ملك عبدالله الحين أعطيك على سنة المثال المواقف اللي فيه حواني 24 ألف يجون الناس كل واحد جايب سيارته طيب ما لقلها مواقف شي طبيعي يعني لا يمكن أن يوفر ستين ألف موقف المساحة صارت إلى المطار المواقف لكن إذا توفرت قطارات للبلاعب شي طبيعي اللي اللاس هتيجي قبل وقت أيضا ثقافة المشجع أنا مألومة يخاف أنه يجي يلقى واحد جلس مكانة بعد فكل هذه الثقافة تحتاج إلى وقت بالإضافة إلى مواصلات شمي فيه دراسات تقول 30% من المشجعين يحضرون للملعب في أوروبا في الملعب الأوروبية يحضرون علشان الاستمتاع بأجواء المباراة والأنشطة الموجودة والأتموسفير حق المباراة مش يعني يعني 3% ما يشكل لم يكن نادي هذا هذا صح بس هذه بدأت عندنا الحين مصحة يعني موجهة في الملاعب في المباراة الهامة للأب أنا عبدالنطيف شركة عبدالنطيف جميل بدوا يقدمون بعض الفعاليات بس مو كل البرايات وهذا أيضا على فكرة هذا يعني جزء بالأشياء الإيجابية اللي صارت سنة هذه في بعض النشاطات تصير قبل البرا لكن الأشياء الترفيئة يحتاج لها أكثر وأكثر في الملعب جميل بوسلمان يعني بعض اللي يسجلون ملاحظات على الرابطة هي يعني على النحو التالي الخلاف اللي صار بين الرابطة وأعضاء أو ممثلين الأندية في الرابطة بينهم وبين محمد الويسر الناحية الثانية أن الرابطة لم تعقد أو تدعو إلى اجتماع يمكن من ثلاث سنوات تقريبا سنتين هذه من ضمن الملاحظات ناحية ثالثة يقولون أن هناك عقود وقعت مع بعض الشركات أظن بها أخاف يحاسبوني حقين التسويق في القناة ربيع والستي سي وأمور كثيرة أنه ما في رؤية واضحة لهذه العقود وحقيقة هذه العقود خضر طيب قبل ما داب السنجي أيضا ملاحظة نبو عبدالله تتعلق في موضوع الجماهير يعني احنا في كل مباراة خاصة في المباراة الجماهير يوم شوف ناش معنا والله ما أنا متأكد ترى حقيقة يعني ونادرا ما خط فيها لديه مشاكل الناس تمنع من الدخول لأنه لا بالسعار كذا ولا بالسعار كذا في مشكلة حصلت في النهائي كما يقال ولا طبعا أنا متأكد أنه جمهور المصر تأخر في الدخول إلى الملعب صاير مشكلة تزاحهم وما تزاحهم من يعرف بالضبط هذه في النهائي أي في النهائي في مباراة هنا أيضا حصلت مشاكل دخول ناس تمنع من الدخول في مشاكل مع الأمن الملاعب يا فطات يسمح ملاحين ولا يسمح لا يسمح ولا فطات يسمح به هنا ممكن أجاب على بعض يفطات أو أعلام أو نوعية يعني مثلا مظاهر مظاهر معينة هنا تلقى مسموع مظرات ثانية ممنوع يعني ما في قواعد محدد يكون المشجع عارف بالضبط وهو رايح الملعب من الشيء اللي يشاهله معاه أنه ما رح يدخل فيه فمن الأساس يخليه في بيته ولا يخليه في سيارته طبعا مهمة سؤوليتنا كرابطة لكن أنا تبعت بعض الأشياء اللي فعلا كلامك صحيح ما في نظام موحد جميع الملعب مهم مسؤولية صلاحي ولا مسؤولية لا 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 مسؤولية إدارة الملعب مع إدارة الأمن فيها الشيء مثلا أنا ما أتفق تماما مثلا ما لكم أي دور ما تدخلون فيها نجتمع معهم بله حيانا نسمع منه وش المشاكل مثلا أنا أتفق تماما أنه ما يصير تروح مدرج منافس وانت مرتدي صح لأنك تسبب مشكلة نفسك حتى مرة حتى خارجيا قد تسبب في أي مشكلة هذا شيء طبيعي وبعض الأشياء بعض الأعلام للدول الأخرى اللي غير مشاركة أنك تشيل عالم دولة أخرى هذا شيء طبيعي أنك تبلع يعني أنا حتى لوكال بس المشكلة أنه يمنع أحيانا وحيانا ما يمنع زي ما قلت لك أنا كرامك صحيح أن بعض التعليمات في بعض الملاعب تختلف لكن هذه التعليمات العامة اللي معروفة في الجميع لكن التعمد بعدم إدخال مشجع بحد ذاته هذا ذر صحر حلو يعني مثلاً لو كانت العبارات عنصرية أو مسيئة هذه نتفق على أنه ما لكن إذا مثلاً واحد مثلاً رافع يافطة مثلاً يعني تغني بفريقة ما تبلع لي لا لا بسبوحها لا لا بسبوحها لا لا زي ما قال ابو سليمان ترى يعني هي حسب المزاج أنا أعتبرها حسب المزاج لا في لوحات لأنه حتى مرة في لوحات رائعة منعات يعني مثلاً موضوع ياسر القحطاني من جمهور الاتحاد أي جمهور الاتحاد كلا في يافطة أظن خطف السياسر مدرس كان الموضوع صراحة منع بعد ما كان مصاب ورجع يعني يبدو لي حاجز كذا منع لا حتى أنا دايماً بحكم برضو وجودي في الميدان يعني أواجه كثير يعني رؤساء الروابط في الأندية يقولون من ملعب إلى ملعب في يعني تعليمات مختلفة وأنظمة مختلفة أنا أقول لأبو عبدالله لو يتفق معلش لو يتفق لأنه مهم يهم الجمهور لا لا كلامك صراحة بس هو قالك مش تخصص لا لا بس كلامه صحيح يجب لي كلهم دوح صحيح قد يكون موضوع صغير لكن ترى عند الجمهور لو وضعت أنا رأي لو مع بداية الموسم ونشرت اتفق على صح محظورات معينة صحيح 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 حتى أنا ككاتب رياضي لما يجي واحد يقول أني منعت من كذا أعرف هذا المنع صح صح صحيح صحيح واستطيع أن أتكلم لأنه أنا تجيني لقطات وتجيني ملاحظات والجمهور يتوقع أنك تتكلم عن هذا الشيء أنا أحجم لأني ما أدري بس عبد الموضوع ترى الأمل في السعودية للأمانة يقوم بدور أكثر من ما هو مطلوب ما في شك ليش ترى ليش صعوباتي لأننا في كل دول العالم في شركات أمن رياضي متخصصة نعم فبالتالي رجال الأمن يكونون في مكان الخلفي ولا يحتكون بالجمهور البلد للأسف وهذا تبرع وكبير وعمل مجهود عمل إضافي رجال الأمن أنه في المقدمة صاروا وصارت الاحتكاك مباشر وإن شاء الله هذا طلبنا فيه والرئاسة العامة رعاية الشباب قاعدة تدرس بشكل عام على أن لابد يكون في أمن رياضي سيبه موجود في أوروبا صحيح يرفع التكلفة في المباراة لكن الاحتكاك يكون مع الشركات إذا صار فيه مشكلة الأمن يتدخل ضمن التكلفة المستحقة ضمن التكلفة المستحقة لأن هذا من الأشياء الأساسية التي تريح المشجع وجود شركات متخصصة تعطي التعليمات وناس لكن المسكين خلونا بس عشان ما يضيع وقت هل تقل ثلاث حاجات ثلاث حاجات غالك تأيدي نحية الأولى نحية الخلافات اللي موجودة بين محمد النويستر وممثلي الأندية أعضاء اللي هم أعضاء الرابطة الناحية الثانية موضوع أنهم ما جسمعوا من سنتين الناحية الثالثة هناك من يقول بأن هناك عقود إحنا ما إحنا عارفين قيمتها إيش وهي رايحة الوين ما فيها عقل الحكام دعاية حكام يبار بإعلاناتي حكام صح؟ طيب أنت لما تغشي شاسي لأسر أجاوب أنا أو لا محمد؟ خلي قول رايحة ومعدي النساء صلاحة مفروضة لا سيلة لك ما هيدي لا أنت بروايك لا أنا بعطي رايحة وبعدين يعلق عليه أولا عدم الاجتماع لأنه خلق بتأثر عليك لا 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 ما في نظام أساسي يحكم الاجتماع فهو عدم سنتين يبو عبد الله ما سويت شي ما في نظام طيب ما في نظام طيب خليه المبررات وأنا أعلم هذا الحق فحول للنظام اللي يعتمد الجميع للحين أعتمد الميزانية واللي يعتمد النظام حول لعن الاتحاد السعودي لحد ما يصنع النظام تأخرنا في صدر النظام لكن كان موجود نظام الرابطة لكن كان الاتحاد السعودي قاعد يغير نظامه وكان كل يوم بيطلع النظام لحد ما طلع أخيرا فبالتالي الفترة الجاية حيطلع النظام حتجتمع الرابطة وحيواء يكون أمور واضحة بالنسبة لكل العقود كل العقود اللي مرت مرت علينا مرت عبدالله الله يخليك جزئية هنا إذا عشان ما عندي نظام أساسي أوكي أوقف شغلي كيف أجتمع لمدة سنتين نعم بشغله بس ما فيش يفرض علينا يجتمع شغله ماشي بس بجسي دارة لازم يوافق طيب في شغلات لازم يوافق الاتحاد السعودي حتى العقود اللي تفكر عليها وبددناه سواء مع شركة الاتصالات أو مع الشاي ربيع كل هذه الأمور أصلا موافقة عليها سواء من الاتحاد السعودي أو حتى من اللجنة الاستثمار في الرئاسة العامة رعاية شباب الاندية الاندية أهدفه الأساسي هو رفع الدخل كل ما يزود دخلك الحين دخله أصبح أفضل من العام وكل سنة يزيد لا يقل عن عشرة في المئة رغم أن المساحة اللي عندنا يعني على سبيل المثال شي ربيع ما عنده ولا لوحة في البلعب ولا لوحة لكن يدفع مبلغ كبير أيضا اللي يدفع عندنا بس راعيين اللي هو الـ SDC طبعا والشركة الراعي الرسمي اللي هو شركة عبداللطيف جميل شركة عبداللطيف جميل وهذه المبالغ واضحة وأيضا حتى هذه موجودة ومصادقة عليها من إدارات الاستثمار ليش ما اجتمع له زي ما قلت لك عندهم النقطة الأساسية هو التوزيع لذلك كل موضوع صار الاتحاد لأن الرابطة تحت مضلة الاتحاد السعودي ومجلس إدارة الحد ما يعتمد النظام هي صاحبة القرار ولكن إن شاء الله زي ما قلتك في الفترة القادمة حيتم عقد الاجتماع بعد اعتباد بتتعلق أو لا تتعلق لا لا دولي أسئلة أخرى خلاص أقنعك لا لا اسمعك لا لا موضوع 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 موحكيتك نعني لكنه هو صاحب الشر أنا وجه أبو عبد الله هذه الفضل بعد النظام بعد ما يكون هناك نظام أساسي للرابطة طبعا وقوع الرابطة تحت مظلة الاتحاد السعودي في القدم وهذا مستمر 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 وش اللي بيتغير بالضبط هل بيكون عندكم نوع من التحرر من بعض القيود ملزمة مع الاتحاد السعودي لا أنا أبغى الفترة القادمة بعد ما أحلى نقوة أو بدنا نقوة أفضل للفترات الماضية في بعض اللجان مفروض تضم الاتحاد زي لجهة المسابقات مفروض تكون تابعة للرابطة صحيح لكن الفترة الماضية حتى بعض عضاء الاتحاد للأمانة يحسون أنك بتاخذ شيء من عندهم أو بتاخذ شيء من حقوقهم كاتحاد فقلنا خلي المرحلة هذه إحلى أصلا نكون أكتر تنظيما إحلى كرابطة حناخذ من كثير من الصلاحيات لكن الأشياء زي الحكام زي الاستيناف زي الاضباط هاي طرف كل دول العالم تابعة للاتحاد لأن هذه الجهات قفائية وهذا الموجود لكن حناخذ لجهة أخرى زي لجهة المراقبين والاحتراف لجهة الاحتراف لا لجهة الاحتراف ممكن تكون عند الاتحاد وممكن تكون عند الرابطة مفتوحة كل الطرفين لكن المسابقات في فترة تكون عندكم لكن المسابقات شيء أكيد المسابقات هي جدول دوري عبداللطيف جميل ولا بيكون عندك لكن المسابقات الأخرى بتكون في الاتحاد طبو عبدالله الآن دخل الرابطة وعمل الرابطة والرابطة شكلت من أجل الأندية والمنافسات اللي تشارك فيها الأندية يعني الأندية هي الأساس لكل شيء لكن للأسف أنا أقول الأندية تتعرب للاضطهاد يعني مثلا يدعون الاجتماعات ما يوافق على الدعوات الدخل حتى دخل الرابطة تأخذون 25% من حقوق النادي مثلا في اللوحات مثلا مثلا الكتب صح وأعتقد فيها أشياء ثانية هذه نسبة كبيرة ما تؤخذ أنت لما قلت في بداية الحلقة دخل دوري جميل 100 مليون أو عقد 100 مليون أنا شبه مثلا باللي عندها قطعة أرض كبيرة بس أخذ من جارة هذا شوي ومن جارة هذا شوي ومن جارة هذا شوي وبعدين باع قطعة الأرض الأندية أخذت من حقوق وعشان كده دوري جميل فعلا أنا معك ماتفوهم يعني أيوة دوري جميل أنا معاك أن العقد جدا ممتاز قيمة العقد رعاية دوري جميل العقد جدا ممتاز لكن أخذت من حقوق الأندية وبعدين ما عطيتهم يعني تتوقع مع لك تلسمت حتى على دوري الدرجة الأولى أنت في التسويق مع لك طيب في التسويق أنت تعتقد أن الـ 25% لو خذنا بس 10% 15% تقدر الأندية تبيعها بسعر أعلى من الرابطة؟ بس على الأقل بيكون دخل لهم يبعوها هما الدخل للنادي مباشرة وهو الدخل عين يتوزع لهم جزء كبير لا أنا مثلا مثلا نادي جماهي زي الليلة أو الاتحاد طيب لما يؤخذ 25% من الحقوق وبعدين يوزع على الأندية ويوزع على المصاريف طيب والرابط والرابط لو لم تجد الأندية تقدر أصلا وتسوق لشيء نفسها في أندية سوقت الأنفس طيب الأندية الثانية أترك الأندية الكبيرة الأندية الثانية يعني الدخل أتوقع اللي يجي من الرابطة أعلى من الدخل اللي هم يجبونها لـ 75% جميل فلازم أسوي توازن جميل يعني الجزء اللي يأخذ من الأندية الكبيرة يساهم في دعم الأندية جميل الأقل جماهيرية لكن عموما العقود هذه كل يالتي كل مرات سكن يلطر أحضر عموما يعني علي حمدان يعني واحد من خلوني أقول الخبرة في كرة القدم يحمل شهادات كبيرة حتى على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم يا علي عندك هو أعمل لنا اتصال معه أيضا الزميل مهدي المذارقة وهو مدير القنوات الرياضية أو مدير القاعدة الرياضية الثانية يقول كرما تسأل محمد النويسر الرابطة تأخذ نسبة من حقوق الحكام من الدعاية التي يحملونها الحكام على القمصان ولماذا يخفى على الحكام تلك قيمة العقد هذا ولماذا لم تذهب تلك القيمة مباشرة إلى لجة الحكام مع المعلومة غير صحيحة الدخل مباشرة يروح للحكام ويعرف والاستاذ عمر المهنة أن العقد القديم والعقد الجديد هو حاضر كل المبالغ بالعكس هو طلب مبلغ مليونين ريال صار مليونين وخمسمية اللي صار وهو عارف وكل المبالغ اللي تيجيهم والاستاذ عمر المهنة يمكن علاقتك فيه أكثر مني أسألة لكنكم عينين يعرف يعرف قيمة العقد دولة ما يعرفه وكم بسلطة مسأله لا عموما أنا أبغى زي ما قالوا بسليمان في البداية إنه ليش ما نعرف أحمد عيد كامرات محمد النواصر يعني إنه الأمور خايفين من الضرائب العمدي من حقها تعرف خايفين من الضرائب يعرفون بجارس الإدارة خايفين من العين عظام مجلس الإدارة يعرفون موافقين يعرفون كل شيء هم ما شيف خايفين من الضرائب أو العين آه لا الأهم اللي قال الزميل المسلي الزميل المسلي آه يقول أنه يعني الأصل في الشيء هم الأندية والرابطة هي يعني يفترض تعمل لدى الأندية تردت عليه أبو عبدالله تقول أنه لولا إحنا ما يستطيعوا الأندية يعني يجلبون مثلا هذه العقود وانا أقول أنه أيضا لولا الأندية ما استطعتوا أصلا تجلبون العقود هي عمل تكابل يعني نوع من عمل التكابل عمل تكابل في التوزيع برضو 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 أبغوضح نقطة مهمة جدا ترى يا جماعة الخير ما في أحد هنا يمثل أندي يعني أنا شايف الناس شغالة على هلال نصر هلال نصر وظيوفكم هلاليين نصراوين ما في أحد يمثل أندي هذا جانب الجانب الآخر وجود يعني أسماء أحيانا أكثر معروفة أنها يعني تميل لنادي النصر ولا تميل لنادي الهلال ترى حين في النهاية في العاصمة في الرياض وبالتالي الضيوف اللي من السهل جدا أن نستفيد من وجودهم هنا هم مربوطين ولا في الحين أنا شجعنا بالشباب وبعدين من يوم ما بدينا ما حكينا عن الهلال والنصر يا جماعة الخير طيب علي حندان أنا يعني دايما أرى وغيري أرى بالتأكيد بأنه واحد من الخبرة في كرة القدم ويحمل ربما شهادات من أيام الدكتور جوها في لانج من الاتحاد الدولي لكرة القدم ربما لم يستفاد منه ولم يستثمر بشكل إيجابي في وسطنا الرياضي أبو حمدان مساء الخير الله نسيكم الخير ومسي على جميع نسيات الموجودين والزملاء كل عام أنتم بخير إن شاء الله كل عام طيب تفضل إشرايك أنت اليوم أبو عبدالله برضو جاب سيرتك في البداية وقال أنه أنت وبعض الزمل من ساهم في عملية إيجاد النظام الأساسي في مرحلة من المراحل للرابطة لكنكم الواضح أنكم تأخرتم وهذا النظام حتى الآن لم يرى النور أنا لا أتأخر لكن على كل حال أنا الحقيقة سمعت الحديث كله والحديث كله جميل وشيق صراحة لكن لي جواني أخرى أتحدث إذا سمعت لي أولا طبعا الرابطة موجودة الآن لما شكرت عام 2008 شكرت بطلب من الاتحاد الأسو يعني هي جزء من منظومة عمل اتحاد سعود كل القدم وتعمل تحت مظلة التحاد السعود كل القدم وبالتالي طبعا هي لازم تركبط من نظام الأساسي للتحاد السعود كل القدم هذا نقطة النقطة الثانية وجود وجود دولي أبطال آسيا وتنظيمات وهذا شيء طيب وجيد ولكن أفريقيا ما فيها التنظيمات هذه ولا فيها ملاعب آدية جدا وكذا ولزالت كل التقدم الأفريقية الأفريقيا لا تزال أكثر طبعا من آسيا جميل النقطة الثالثة اللي أنا أتمنى الحقيقة أن نوصل إليه أستاذ محمد المواصر موجود وبقية الزمن الأخوان نريد أن نصل إلى رابطة مشتقلة رابطة تتشكل من الأنبي هذي أكتبت في مقالات قبل سنتين واكتبها الآن حتى أستاذ محمد المواصر كانوا تقريبا قبل ثلاث أربع أيام وكان يتحدث عن دوريات رابطة للدوريات الآثوية وهو له جاءت نظر هذا الموضوع من زران تكلم عنها وكان يعني يلوم الاتحاد الآثوية وأنا قلت للحقيقة حسب النظام الأساسي لاتحاد دولة قرية القدم المادة 17-18 يستطيع تستطيع الأندية السعودية الآن أن تستقل وتنشئ رابطة مستقلة لها ويكون مجلس دارة منها مشكل وتتقدم للاتحاد السعوية من قرية القدم وتنضم إلى الجمعية العمومية هذا ما يقوله النظام الأساسي في الاتحاد الدولي مرشي الشيء موجود في الاتحاد الناسيوي لو رأت السيد محمد النوات وقلت لسيد محمد تستطيع أن تبدأ بثلاثة أربعة عندي خمسة عندي عشرة من دول غرب القارة وبالتالي مع الوقت تكبر العملية وتصير الرابطة مستقلة على الاتحاد الناسيوي لأنه لازم تكون رابطة مستقلة مش تحت مضلة الاتحاد لكي تدافع عن حقوقها وتطالب بكل امتيازات وكل شيء خفضة الآن سيد محمد النوات رئيس الرابطة هنا برئيس الاتحاد لا يمكن يعني لا يمكن يتعارض هنا وهنا صحيح إلا يخدم الأنبياء بشكله بآخر ولكن في الأخير تحت مضلة الاتحاد يعني حتى في النظام الأساسي تحت مادة مستقلة خاصة بالرابطة أنا أتمنى الحقيقة أنه يكون يعني نتجه أتمنى أن أتوقف عند هذا الحج بالنسبة للرابطة بعد سبع سنوات الشكل الحالي اللي يقايم عليه اللي تحت مضلة الاتحاد سعيد كرس قدم وننتقل إلى مرحلة جديدة وهي رابطة مستقلة بمتطلبات الاتحاد سعيد 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 جميع اللي طال بس كنت أريد هذه النقطة أشكر جميع الزمال اللي موجودين عندك شكرا شكرا أستاذ علي حمدان تفضل أخي علي والناس اللي اشتغلوا معنا فترة طويلة وكثير اختلفت معها وكثير اتفقت معها بس ماستفيد منه إلى الآن بشكل حقيقي لكن يظل يظل من الناس اللي عندهم معلومة وعندهم خبراء أنا بضيف النظام الجديد اللي بيصدر الرابطة حيكون فيه أتوقع بلسمة كبيرة هيكون مستقلة أكثر مما هو حاصل لأنها أكثر نبوجة يعني أنا أقول معك بكل صراحة الجمعية العمومية أنا أخلي نتكلم بشكل عام جمعية العمومية السعودية أول مرة تصير اتحاد السعودي أول مرة يصير بالانتخابات الرابطة توها تبدأ كل أنا راجعت كل القضايا السابقة في دول العالم اللي حولها بالذات الدولة الإنجليزية أول ما نشأه كان عندهم مشاكل كثيرة الحين الأمور كلها تنظبت فأنا التجربة هذه جديدة علينا لا يحب فيه كثير مننا ممكن ما يعرف عضو الجمعية العمومية رئيس الرابطة نفسه عضو رئيس الاتحاد أعضاء المجلس الإدارة ما يعرفون حقوقهم مسؤولياتهم ما لهم وواجباتهم ليش أنا نظام جديد وكلنا جدد على هذا الموضوع ونحتاج هذه التجربة التجربة هذه عشان تبدأ لازم تبارسها على أرض الواقع أتوقع لمرحلة القادمة مثل ما قال لك علي حتكون أكثر استقلالية وأكثر حتى مع توجهات الأندية واللي حتختار رئيس الرابطة هي الأندية وبهذا شيء طميعي المفروض يصير لفترات الماضية كانت لها أهداف معينة لها وضع نظام ووضع أسس لمرحلة القادمة يكون أكثر حرية حتكون فيها وأكثر نضجة بنواف أعضاء الجمعية العمومية وغضو الجمعية العمومية وجمعيات العمومية ترى موجودة من عرفة الأندية في جمعيات عمومية لكن تفعيلها وإقامتها بشكل صحيح واللي كان يعني أخفى دورها وفي ناس ساهمت في أخفاء دورها سواء في الأندية أو كما حدث في الاتحاد السعودي في كونت القدم حاولوا أيضا أن يظل الحال على ما هو عليه أن لا يكون الجمعية العمومية يصوت ولا يؤرف أعضاء الجمعية ما له وما عليه أنا كان سألت أبد الله برضو نفس الكلام على موضوع يعني متى يمكن يستقل الرابطة وعشرت إلى أن أيضا إمكانية بقاء الرابطة تحت المظلة الاتحاد السعودي يعني ولكن باستقلالية أكثر طبعا أشار يعني الآن أسمع الآن يعني يسعى إلى الاستقلالية الكاملة مدير الاستقلالية الكاملة يعني يعني مواصفات الاستقلالية الكاملة ثانيا أنت أشرت في الاستقلالية الكاملة اللي اللي أنت ترجوها على مستوى الاتحاد الاسوي في رابطه للمحتاج الاتحاد الاسوي أن هذا ما يخشاه الشيخ سلمان الخليفة أيها في الاتحاد الاسوي هل أيضا هذا سيخشاه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لتوقع المرحلة الجاية لازم يصدر قرار مرسوم ملكي مفروض بإنشاء ربط الدوري المحترفين ككيان تجاري إذا صدرت أصبحت أكثر استقلالا وأكثر قدرة على التحرك بطريقة تجارية 100% تديرها الأندية بإدارة وتحت جمعية عمومية من الأندية المحترفة وأتكلم عن الأندية في جانب مهم للرابطة الآن هناك فريق عمل خصخصة والمشروع مرفوع للجهات وأنت عضو في اللجنة أنت كمستثمر عندك استعداد تدخل في شركة خسرانة وين دور الرابطة في تهيئة الأندية في تحويل النادي مثلا في أندية دخلها 70-80 مليون سنويا دور الرابطة في الزام النادي هذا مثلا أنه في نهاية السنة يطلع ميزانية هو ربحان في فائض عنده مثلا 5 مليون 10 مليون مثلا على شام بعد سنة أو سنتين لما تكرر الخصخصة إلا تكون الأندية جاذبة للمستثمر على أنه يجي ويحط فلوسه دور الرابطة في الزام الأندية بتعيين الكوادر المؤهلة لإدارة الأندية إدارة سليمة عند أي مستثمر ينظر لقوائم المالية وإدارة الشركة إذا بيدخل في أي مشروع أنا أشوف الموضوع هذا مغفل تماما وأنت راجل عضو في الخصخصة وفي الرابطة طيب معلش أنت راجعتك نظام الترخيص اللي الأندية شغالة عليه فيها عدد الموظفين إجباري ومتفرغين وكوادر المؤهلات معينة ولها نظام ونظام أعتقد أنه جيد جدا ما أقول لك أنه طبق مية في المية وإلا زي ما تفضلت الجزء المالي ما زلنا أتحرك فيه ببط لكن الحين فيه مدير تنفيذي فيه محاسب فيه مدير تسوير مدير مركز إعلامي وهذه الوظائف الإجبارية فيه تحرف في هالجانب وكل سنة يكون الوضع أفضل فأنا أطمق لكن ليس معلها هذا مشكلة الأندية السعودية فيها ألعاب مختلفة يفصل كرة القدم من مشكلة هذا واقعها هذا الواقع يحتاج إلى وقت لك تفصل إحنا من بدايةنا في الرابطة وإحنا نعمل على فصل مصروفات الأندية المالية كرة القدم عن الألعاب المختلفة وفيه بعض الأحيان تخلط نلاقي الأوراق مختلطة والوفد اللي جاء بالاتحاد الأسهل ويراجع مرى للأندية عنده ملاحظات وإحنا عندنا أصلا ملاحظات من الأول لكن مم شرط اللي أنا أتكلم في الإعلام وأقول لك عندنا ملاحظات على ذا الأندية بيننا وبينهم فيه خطابات تروح وتجي على عدة من القضايا مثل هذه الأمور وتطويرها وتفضيل لكن أنا أنا أقول لك واثق بالله فيه التحسن يمكن أنت ما تشوفها أو ألمها لكن إحنا العنف على الأرض الواقع فيه أوراق وضعها أفضل من الواقع ما نعمل لها تحت الضغط ما نعمل لها تحت الضغط إذا فيه ضغط من الرابطة والاتحاد السعودي والعاية الشباب على الأندية ولا مرحظت غير رائعي أظلك الوفد الأسوي البالي لو ما جاء قبل كميوم ضغطت علينا وضغطت على الأندية طيب عموما اليوم جرت مراسم قرعة كأس ولي العهد زميننا علي الشمري المعد يعطينا آخر النتائج جرت بحضور رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ أحمد بعيد وشارك في سحب القرعة أحمد الصنيع ويعني مراسم قرعة كأس ولي العهد يالتي علي توافينا الجديد فيها أبو سليمان أمس فيصل بو اثنين أنا بعلق بس شوي على طيب أسألك كلها أخليك تعلق وبعدين أسألك بضيع السؤال دعني أعلق الاستقلالي اللي طرحها الأستاذ علي حمدان نعم نحن طبعا زي ما قال ابن واف تطرقنا لها ولكن على عجالة ما عطينا حقها في الأول أنا شخصيا إذا تسألني من طباعي أنا ماني متفائل صراحة يعني ماني متفائل لأنه في ظل هذا الاتحاد الموجود يمكن حتى لو صدر مرسوم ملكي أنا أتوقع أنهم سيعرقلون قد ما يقدرون موضوع استقلالية الرابطة بدليل أنه حتى الجمعية العمومية الآن في النظام الأساسي اللي اعتمد في كذا مادة فيه نوع من السيطرة عليها إلى حد ما يعني فيه أشياء أدخلت في النظام الأساسي أنا أقول يعني كقانونين هدفها اللي يقراها يقول هدفها هو السيطرة إلى حد ما على استقلالية الجمعية العمومية أو التصويت في الجمعية العمومية إذا كان هذا في الجمعية العمومية فما بالك بالرابطة فأنا أبو عبد الله بأمانة أنا معاكم على طول الخط بتجري نحوها الاستقلالية قد ما تقدرون بما في ذلك يقدرتوا تحصلوا على مرسوم ملكي بإنشاء هذه الرابطة بصفة بكيان قانوني مستقل ولكن في ظل الاتحاد الموجود بأمانة الجماعة ما يبغون يعني لما يشمون ريحة استقلالية يجيهم حساسية ليش الحكم بالطريقة هذا رأي طيب ما يداني هو أسأل السؤال أو لا خلاص لا تفضل محمد ما أكملي على الموضوع لما قلت هل ما يخشاه في الاتحاد لا سويد يمكن أن يحدث في الاتحاد السعودي أنا جاوبت عنه لكن أبغى يجاوب يمكنه ما أود يجاوب برضو ما أود يجاوب لا بالنسبة لي أنا دائم متفائل هذه طبيعتي كشخص ليش ما تفاعلت على الشيخ سلمان لا لا لأني جربت لنسبعي فترة طويلة يعني إذا ما تكلمت على موضوع الشيخ سلمان لسنتين وأتكلم معه على موضوع اللي يكون فيه رابطة الأسوية وأقولها ما عندي طموح اللي رأسها الرابطة بس على أقل أسسها السبب الدخل كل ما يأتي بالبال للبطولة آسيا للأنبية يروح للألعاب المختلفة يروح للبطولات الأخرى والشيء الثاني من يقرر في هذه البطولة هم أعضاء المكتب التنفيذي اللي ما فيه إلا خمس دول بالهم عندها دوري محترفين الباقي دول ما عندها يعني ما عندها أي معلومات عن كرة القدم أو جديات كرة القدم ولكن تكلمت معك هذا مرة ورسلت خطاب رسمي ولكن للأسف الشديد ولا زلت أعمل خير لكن خايف من التكتلات لن تقوم قائمة للرياضة في أي مكان بدون ما يكون فيه تنظيمات مختلفة رياضية نختلف معها ونتفق معها يا أخي أكثر والله يعرف اللي توكله أكثر واحد اختلف معه في الرابطة يمكن علي حبدان لقى علي حبدان ولقى أحمد الخنيسة المال قريري فهد المدلج لكن رغم دولي أحترم رأيهم واحترم وجهة نظرهم ومعهم حق في بعض وجهات النظر ويمكن في جزء منها لكن اللي يجب أن نعطي الناس بجال والحرية الاختلاف مفيد دائما عشان كده لازل يكون فيه تكتلات رياضية ومنظومات رياضية حتى أن تستفيد منها ويستفيدون بالله حلو عموما يعني من ضمن بس ألب وسلمان لكن من ضمن الأخبار اللي واردة اليوم أنه كأس الخليج قلعة كأس الخليج للأندية يهمنا في الموضوع المجموعة الثانية وقع فيها الفتح السعودي مع العربي الكويتي والعربي القطري وأيضا بني ياس الإماراتي نظام ذهاب وأياب نظام المجموعات المجموعة الثالثة أيضا نادي السعودي آخر الفيصل السعودي فيها صور العوماني والوصل الإماراتي والحد البحرين نتمنى للفتح وأيضا للفيصل لكل التوفيق سؤالي يقول بأنه فيصل أبو ثنين كان يجلس أمس مكان مسلي قال بالحرف الواحد كيف يعني أبسط الجزئيات اللي تدعونا إلى التفاعل وأن نتطور قال إذا مبنى الاتحاد السعودي هو تابع لللجنة الأولمبية أوكي والرابطة يعني مستأجرين يؤدون دورهم في مبنى مستأجر والله شوف أو لا هذه التفاصيل لا أنا ما أقول رأي أنا ما احترامي رأي الأستاذ فيصل وبثنين يعني رأي وجيه هو يمكن يرى أنه استقلالية المبنى يعني ينعكس هذا على أداء الموضفين أكيد ولكن أنا شخصيا أنا شوف فيه خطوات أهم يعني خطوات اللي قاعدين نتكلم عليها التنظيمية الاستقلالية بالدرجة الأولى ثم التنظيمية ثم النواحي المالية أنا أتصور أنها يعني أولى من قضية المبنى مع عدم مع عدم أني ما أقول أن المبنى المستقل ما هو مهم يعني خاصة إذا كانوا يعني في المجمع هذا اللي هو المجمع الأولمبي أنت في المجمع الأولمبي اتحاد السعودي اتحاد السعودي يعني يعني هذا طبعا أبو عبدالله أدرى مني فيه هل هم متضايقين يعني المبنى ما هو يعني ما هو مناسب لهم الاتحاد السعودي أنا أنا أعرف أنه أعتقد أنه كان يبحث عن مقر اظنهم الان حصلوا ارض الان ايه بيبنون المقر يمكن يعطونكم زاوية لا حتى لو في المستاجر مستقلين لدفع بالحساب الرابطة عشان تستقلون تماهن يعطونكم زاوية اعتقد الرابطة هي المصدر الوحيط المصدر الاكبر للاتحاد سعودية في الارادات صح? غير المقل التلفزيوني والعلانات لانهم اغنم للاتحاد سعودي طيب الاهلي مع الهلال ها? اصدر على الجدول ايه ايه الاهلي والهلال وصفوا البطل تعاهل لدور 16 مبارك النصر مع المجزل التعاون مع الدرعية الاتحاد مع احد نجران مع ضمك الوحدة والحزم الخليج والباطن الشباب والرياض القادسية والجيل والشعلة والنجوم والفيصلي والفيحة يعني الله يعين والفتح والنهضة يجوز اني اقول انا مع الفيحة ما يخالف? ولا ما يجوز? يجوز والرائد والاتفاق انا مع الشباب كل واحد يا اخي الاهلادي اللي ما عندها بيول ما عندها ما عندها ببرياضي 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 ليه انا من المجمع انا يا اخوي اتنا من المجمع؟ ايه طيب عموما في ناحية ثانية اللي هي على مستوى الملاعب الحين يبو عبدالله حتى حنك اعلاميين اوكي قلنا ان العمل الاعلامي عندكم منظم لكن ما ندري يوم المباراة المتحكم الحقيقي هم ادارة الاستاندور ولا الرئاسة العامة رعاية الشباب ولا اتحاد القدم ولا الرابطة نضيع احيانا كل واحد يرميك على الثاني السلة هذه صدر قرار في الموسم القادم في براقب مباراة زي الدولي الاسلام واللجنة هذه فوضنا بالاتحاد السعودي بنتولاها حيكون فيه مراقب للمباراة مسؤول على المباراة قبل اربع ساعات من بداية المباراة حتى هو صاحب الصلاحية وليس لا مدير الملعب ولا مسؤول النادي زي اتحاد الاسوي تماما وقاعدين الاحين نختار مجموعة من الشباب المؤهلين اللي سبق العمل في مراقبة مباريات على مستوى اسيا شباب على اعبارهم مناسبة كل ما هو اللغة الإجليزية فبالتالي هذه من الملاحظات اللي فعلا فيه تداخل يعني فيه صلاحيات عند مدير الملعب فيه صلاحيات عند مراقبة مباراة فيه صلاحيات عند مسؤول الرابطة ففيه تداخل في مسؤوليات يعني متعددة لكن مراقبة المباراة النظام الجديد اللي سيحل الموضوع تماما الملخص الختامي للحلقة نقول بأن رابطة المحترفين قدمت في المرحلة الماضية شيء إيجابي ونتطلع إلى ما هو أفضل ولا نقول أنه هم بحاجة إلى غرب الله لا هو دائما شوف أبو تركي أنا أتكلم عن وجهة نظري سواء الرابطة الاتحاد السعودي الأندية أنت لا تستطيع أن تغمط حق أو تغبط حق الناس اللي اشتغلت فيه جهد فيه جهد يعني سواء في الرابطة في الاتحاد في الأندية على مستوى كرة القدم السعودية في جهد المشكلة معاهم أنه ما يحبون النقد يعني لما تيجي تنتقد حاجة معينة يقول لك يا أخي أنت ما أنت قاعد تشوف ما أنا سوي أخي والله شايف هذا عملك طيب هذا عملك بس ترى ما يبدفع عن أبو عبد الله أكثر واحد يتقبل النقد صراحة تكلم بشكل عام الجد يعني صراحة أنت ترى يمكن تقبلهم منك بس ما يتقبلهم ما أدري عن الشيك دائري يعني يمكن حنا شديدين شوائيون وأنت تغلفوا يعني بغلاف جميل وكذا ما أجبك لنا بخير بسرعة مو عليه هو والله أنا أتكلم بشكل عام باقي الجانب إلي لك الخير والله لاجل أنا ما ألتبت لكم إليه إيه والله الشاهد والشو أنه لنا طموح لنا طموح يا أخي من حقنا ترى أنا ما أتكلم عن نفسي يعني شباب هذا البلد عنده طموح لا متناهي يليق بمكانة هذا البلد يليق بقدرات هذا البلد وإمكانياته ويليق بشبابه يعني قدرته يعني إحنا عندنا كم مبتاعة الآن إحنا بلد يستثمر في شبابه فبالتالي لازم أشوف هالشباب ما أخذ فرصته في كافة النواحي هالشباب هذا هو اللي بيطور يعني فأنا أتكلم مع أبو عبدالله وأنا كل ثقة أنه يعمل على استقلالية الرابطة كده ما يقدر يعمل على هذا التنظيم القانوني داخل الرابطة وعملها هذه الأشياء هتدفع للأمام بكل جدهة حلو حلو مسلي إذا يعني ركزنا شوي في عمل الرابطة العناصر اللي تعمل داخل الرابطة ربما ليست المشغل الحقيقي لما يتم على أرض الميدان صلة هي المشغل الحقيقي يعني يفترض أن تعتمد الرابطة في المستقبل كليا على شباب داخلها طبعا لو استعانت بالشركات المتعاونة أمر طبيعي يعني بحكم التخصص أحيانا ممكن الرابطة لا تخصصها في التسويق أو في الأمن أو في النقل التلفزيوني أو في النقل التلفزيوني لكن أنا أتمنى من الرابطة طبعا هذا كلام محب أولا أن يكون محمد النواصر آخر رئيس بالتعيين أن يكون الرأساء القادمين بالانتخاب أنا أتمنى أن تعطى الأندية دور أكبر في المشاركة في اتخاذ القرار في على الأقل الاطلاع على بعض الجوانب أن ينجز النظام الأساسي للهيئة أو للرابطة أيضا أن تسهم الرابطة في رفع مستوى الأندية ككيانات تجارية مستوى أداءها الإداري مستوى تنظيمها هذا دور كبير جدا للرابطة أنا أتمنى خلال السنوات القادمة أن نشاهد حلو أبو نواف المدة اللي أخذها محمد النواصر في الرابطة كافية ويفترض أن يكون هناك شخص آخر أنا أولا أبغى بس أنهي حديثي في حول الرابطة بأن أبغى أعرف قاعدة دام من القياس أن تكون معروفة وواضحة بمعنى أن عشان نقيس على شيء معين لازم نعرفه الشيء يعني أحيانا نطالب بشيء بس ما نعرف بالضبط على ماذا نقيس فإيجاد قاعدة القياس الصحيحة يعني على أعتبار أنه أبغى الملعب يمتلي أو يحضر جمهور يحضر جمهور إلى رقم كم ولماذا يحضر وهل في إمكانية للحضور أن نطور عمل الرابطة نطورها إلى ماذا وهل هي متوفرة عندنا ظروف التغيير الرابطة تعمل بشكل جدا جيد وتستطيع أن تعمل أكثر من ذلك المتلقي له دور كبير يعني المتلقي له دور كبير يعني يفعل ما يقدم له ويسفر ما يقدم له ويعكس ما يقدم له بشكل الصحيح مساحة أكبر أو الأن الإنتخاب زي ما تفضل عبدالله يستحق مساحة أكبر أو الأن طبيعي أبو عبدالله يستحق مساحه أكبر أو الأن مساحه أكبر للعمل مستقبلا أو الأن طبعا أي أبو عبدالله يعني من خيرة الكواد الى تعمل نتمنى أنه في هالمكان أو في غيرها مؤكد تبغى تقول شيء في ثواني كل اللي ذكرون إخوان كلامه مقتنع فيه تماما وثقة ثقة تامة نعمل على كل موسم أفضل موسم لبعده وأنا بالنسبة لي أشعر أني أفضل لكن ما وصلت كرابطة إلى الطبوح ولا الأصلة إلى الطبوح اللاس إذا تابعون أوروبا هو دائما عالي ولكن هذه خلينا يجعلنا باب تحدي كبير وإن شاء الله نوصلنا بإذن الله تعالى فوانيس ورابطة المحترفين اليوم انتهى شكرا لكم عشان ما يقول ابو نوف ما شكرتنا انتهى اليوم غدا المنتخب السعودي الأول ملف مهم جدا قلنا أننا ما تأهلنا إلى كعس العالم من سنين طويلة وأيضا ما حققنا كعس آسيا من سنين طويلة سيكون حاضر في طلب 2 وصالح المطلق إلى جانب ضيوفنا الدائمين محمد الدويش وسعد المهدي في أمان له ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر